طيب يا التاسع بدي أخذ تدريب 7-1 صفحة 2-72 بحكي لي أحسب جيب الزاوية سين في كل من المثلثات الآتية هاي هاد أول مثلث هاي الزاوية سين طيب أول شي بكتب جيب سين يساوي المقابل على الوتر تمام؟ وين المقابل للزاوية سين؟ هاي ستة ستة على الوتر معلوم عندي عشرة إذن جيب الزاوية سين هو عبارة عن ستة على عشرة ولو حبيت تبسطيها على 2-2 بيعطيكي 3 على 5 جيب الزاوية سين المثلث هادي يا تاسع عندي هاي 4 صانتي 4 صانتي وهاي الزاوية سين أول شي بكتب جيب سين يساوي المقابل على الوتر هلا المقابل هايو 4 صانتي صح؟ طيب الوتر مجهول بطلعوا حسب فيثة غورس إذن رح أكتب الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع يلا 4 تربيع يعني 16 زائد 4 تربيع يعني 16 ويساوي 32 إذن الوتر يساوي جذر الـ 32 تمام؟ هلا بروح بكتب جيب سين يساوي المقابل اللي هو 4 على الوتر اللي هو جذر الـ 32 أروح أشوف هذا المثلث معطيني 5 صانتي 5 صانتي 8 صانتي وهي سين هل هذا المثلث يا تاسع؟ بسرد مباشرة تكتبيني 5 على 8؟ لا هذا مش مثلث قائم الزاوية طيب أنا شو أعمل يا تاسع؟ تتذكري بالصف الثامن لما أخذتي إنه هذا المثلث متساوي الساقين؟ طيب أنا شو أستفيد من هذا الكلام؟ كان في عندي نظرية بتحكي يا تاسع إنه العمود النازل من رأس المثلث متساوي الساقين على القاعدة تنصف القاعدة صح؟ وهذا عمود حكي أنا عمود يعني يصنع زاوية قائمة تنصف القاعدة وتنصف الزاوية طيب أنا رح أستفيد إنه أنا نتج عندي مثلث قائم الزاوية هايو هذا تمام؟ وهي تنصفت القاعدة أديش صارت القاعدة طولها؟ أربعة يعني نص التمانية تمام؟ طيب هلأ هايها الزاوية القائمة معناته الوتر اللي بيقابلها خمسة طيب هذا الضلع كم هيطلع عندي؟ طيب يلا حسب فيتا غورس الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع الوتر معلوم عندك خمسة وعشرين يعني خمسة تربيع يساوي الضلع الأول أربعة تربيع يعني ستاش زائد الضلع الثاني تربيع أنقل الستاش للجهة الثانية بيصير عندك تسعة خد جذر التسعة معناه تضلع التاني هيساوي عندك تلاتة إذن جيب الزاوية سين يساوي المقابل على الوتر إذن تلاتة على خمسة هون هيكون جيب الزاوية سين